الوصول إلى المناصب واستعادة زمام المبادرة تلك الغاية أما الوسيلة يتفنن مقتدى الصدر في ابتكارها فمرة وطنية تعبر حدود الطوائف ومرة طائفية تفصل الوطن على مقاسها مقتدى الصدر كثير تقلب المزاج المعتزل للعمل السياسي أكثر من مرة وبدون مقدمات يغير اسم تياره من الصدري إلى التيار الشيعي وذلك بعد انكفاء سياسي ظاهري كانت له نتائج سلبية على تياره من الناحية الهيكلية أو القاعدة الشعبية تغيير اسم التيار بحسب قراءة مراقبين يعد تمهيدا للعودة إلى المشهد السياسي مجددا في ظل احتدام الصراع بين الشركاء في السلطة والمتغيرات التي طرأت على المشهد بعد انتخابات مجالس المحافظات ولأن العودة لا بد لها من ثوب جديد اختار الصدر مصطلحا طائفيا ينافس به الإطار التنسيقي على ما تبقى من أنصار تثيرهم هذه المصطلحات بعد تجاوز أغلب العراقيين لمصائد الاصطفافات الطائفية إلى فضاء الوطنية المتمثل بإنقاذ العراق من العملية السياسية برمتها قيادي في التيار الصدري يتوافق مع قراءة المراقبين للتغير الجديد بقوله إن الصدر يريد من هذه التسمية تشكيل أغلبية شيعية على المستوى السياسي وهذا باب لمقدمة السعي من جديد نحو السباق الحكومي القادم هذه الخطوة في استعادة الصدر لزمام المبادرة مجددا لم تعد مجدية بحسب باحثين في الشأن السياسي وذلك لأن مشكلة الصدر الأساسية ليست في حشد الأنصار أو الفوز في الانتخابات وإنما تتعلق بكثرة تقلباته ففي انتخابات عام 2021 تمكن من نيل الصدارة لكنه في النهاية سلم خيوط اللعبة للإطار التنسيقي فلم يعد مأمونا أن يعيد إثارة الغبار في أي صراع قادم ثم يدخل العزلة مجددا ترجمة نانسي قنقر